اشتركوا في القناة المناسك النحر لذلك فاحنا جات كملت لنا المناسك دينا وجاء شهر محرم ليهو بداية السنة الجديدة ان شاء الله بالصحة والسلام وتدخل لجميع المسلمين وترفع لنا ان شاء الله الوابع السنة الهجرية كانت هي السنة اللي قام بها نبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة للمدينة اي من الباضي الى الحق الدعوة الاسلامية وانحنا كنا سنيين فالهجرة النبوية الشريفة كانت مقدسة وما زالت مقدسة وستبقى مقدسة الى يوم القيامة لذلك فالله سبحانه وتعالى في هذا الشهر محرم اللي حرم فيه القتال وحرم فيه اشياء لا تبط من الانسانية بصلة فكنت منه الله سبحانه وتعالى يرفع لنا الوباء ودائما بما ان الله سبحانه وتعالى خرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق من الغار ومن ظلمة الغار ومن الكفار فلا بد باش غدي ينور المسلمين جميعا ويحفظهم من شر البلاء ومن شر الوباء فهذه المناسبة اللي هي عظيمة وفيه واحد يوم عظيم وعشره اللي كنصموا فيه فيه يوم مقدس كما تكلموا نحن كالسنيين شهر محرم عندنا جميل جدا وبسيط وفيه شعائر رائع سوف تحديد الإسدال في الصلاة خيطه سوف تجده ان شاء الله في الفيديو في القناة بترقب مبسطة للمبتدئات سوف يعرفوني ويجعل مبتدئات في الخياطة بالشعل وإسدال سوف تطويل هذه اللبسة طويلة بثاف وممكن تلبسوها بدون جوارب لأنها ضروري جوارب في الصلاة ولكن أنا خليتها طويلة بثاف رائعة صيفية بسم الله على بركة الله هنا غدي عدنا التوب التوب مترين ونصف التوب خديته يعني طايع لياس الصيف وهنا عدنا القالون كذلك هذا الدفتر باش نقيد جميع القياسات ميقاس الفنيات العكخي والمترو باش غدي نخدم إذن في الأول دائما نفحص التوب كناخد لزيار على لزيار أو الحاشية على الحاشية على شكل طولي كنطوي على اثنين ثم على أربع الهدف من هد الفصالة بهذه الطريقة أنكم تشيطوا التوب ما كتضيعوش وفي نفس الوقت كتخدموا لودو أو لودوفون مرة واحدة بدون ما تخدموا لودوفون وعادة لودو هالطريقة كتستعملوها فقط في التوب اللي ما كيكونش فيه لسونس بحل قطيفة هنا في الأول كنا ناخد الطول ديال لبسة أو لإستيل ومن بعد كنا ناخد الطول ديالكم في التالي غد ناخد الآن غد ناخد المستارة باش غد نتراسي لباز أو الأساس اللي غنخدم عليه اللي ميزور دي وليه أو للقياسات القياسات دائما غتلقوهم شاء الله في فيديو صندوق الوصف الآن غنوريكم فقط لأن هذا ما تبينش بزاف في الجانب كنا الصورة تبينية الأهم القياسات دورة الصدر دورة الحزام أو لطا ودورة الحود إذن كيف ما قلنا عبرنا الطول الكلي هنا عدنا مسدودين بجوج يعني لودو دوفو مسدودين كان هبط بثلاثة سنتيم وهنا عندي ثمانية سنتيم في الأعلى تن نعبر قياس واحد بالنسبة لودو دوفو ومن بعد عد كان حسب لودوفو أو للأهمان هنا الطول اللي كان عبره هذا علو علو الصدر أو لودو بواتخين علو الصدر كيتراوح عند كل مرأة 29 25 حتى 28 على حسب كل مرأة هنا عدنا لودو بواتخين أو لدورة الصدر دائما هاد العبار يعني هنا عدنا على أربعة كنقسم على أربعة هنا كننأخذ الكاريور الكاريور ستلقى دائما في صندوق الوصف منين تنأخذ الكاريور لودو ودوفو بعد ما كننأخذ الكاريور دائما ودوفو كندير خط واحد بهذا الشكل تنهبط بثلاثة سنتيم هدي قاعدة وهنا هتنأخذ النصف النصف هنا هدي تقوير دائما 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 الأمان طبعا لا تقوم للمزيور أو العبارة لأن كل مرأة وقياس دائما فقط غتشوفو الشكل هنا غننأخذ بيستولي باش غديندير الدورة ديال تقوير ديال الخلف اللي غنبازع لها حتى الأمان هنا كما قتلاحظو طبعا الحال حتى كمنا 40 سنتيم اللي اخذت في الأسفل 40 سنتيم يعني ديال الليفازمون ديالي ما قنأخذش بزاف وكنتلاع بجو جرونس باش ميجوش دوك الجواني الطيحين مني كنطلع بجو جرونس را كنطلع ب بيروكي أو للبيستول يعني اللي على حسب باش كتدروا ديال الليفازمون هنا مني انظر تقوير ديال لكم هنا بعد مدلنا تقوير ديال لكم طبعة الحال كما كيف كيف نهبط اذا كملت جهاز العلوية هذه مددبة في الوسطة في دورة الحزام كناخدوه بهذا الشكل كناخدوه عبره لطول الامام وكندلو النقطة دينا كيكون متساوي لدورة الصدر وكنخصموه منه اللي يفزموه كل واحده على حزاب غالبا كناخدوه جونس كندخلوه جونس كناخدوه جونس وكندلو خط واحد احتلو تغدو بواتخين من بعد كنهبط من دورة العطاي حتى دورة البسان او لدورة الحوض كنهبط باما 21 اما 22 هدا كنسميوه لو تغدو بسان او علو الحوض كيكون كيتحسب من العطاي دي المرأة حتى البسان ديالها اه الا كانت المرأة مثلا طويلة كانت تحسب تقريبا 22 كانت اه قسيرة وعدو 20 من بعد كنحسبوه حتى دورة الحوض وكن انتراسيو الكل هنه عدنا غدا طبعا الحال نهزي التوب غير بشيبان اما خاسكم شهزو التوب بما يتقطعوه اه هنا يكن قطع هذك اللي قطعتي هذك الكل ديال يعني هاده الدهر او لا بجوج يعني فصلتهم بجوج دقه واحده اهنا نقطع نخلي 1 سنتيم فقط في التقويرات ديالكم يعني 1 سنتيم ولكن في الجوانيب غدا نخلي 2 سنتيم او لا سنتيمين باش غادي يكون عدنا هذك اه يعني غاي يكون عدنا العبار ديال الخياطة والعبار ديال السورجي اللي غان فيني به من التحت كنخلي التوب كله باش كيجيني يعني ايفازة شوية اه مش ايفازة يعني مسانتري ولكن تيجيني شوية عريض من التحت على قبل لانه هذي الصالة يعني مقصد جي مزيرة بزاف على الجسم انجي على ميزير ديال المرأة هنا كيما كتلاحظو الان غادين عبر غنعبر دوفان يعني غنحيد الدوفان غنحيد دوفان باش غادين نصوب ديال الدوفان او الامام اذا كيما كتلاحظو غنحيد دوفان نضع الكاتف على الكتف نضع الكاتف على الكتف جر ہؤون في التقوير نحضر لفتحة نضع الكتف سوف نخذها 6 سنتيم زي 3 هي 9 سنتيم سوف نحبطها سوف نرى شخص من بعد سوف نخذها البروكي وكنتراسي العبارة الكل هذا فقط الكل هذا هو الكل هاقي الكل اذا الآن ترى اهي اصدقاء الكل و لكن كما ترى اصدقاء الكل اصدقاء الكل اخرج اصدقاءه نجد انشاء الله في الخياطة هنا بالنسبة دورة الكل كنت أعبره بهذا الشكل بالنسبة لأمام و الخلف نقوم بها هذه الطريقة نكتب المجموع نخصم من نوع تسعود نقوم بكثير يعني هدي هي التقويرات كما تشوفو المنشور دو بلس دفون مو ناف يعني على سور دو او تقويرات دي الامام لا تقويرات دي الخلف على تقويرات دي الامام ناقص تسعة مقصوم على اثنين تقريبا هدا هو العبار اللي كناخد طول ديالكم في الاول كناخد طول ديالكم بما انه غندي اللاستيك غناخد ستين سنتيم باش ميقمي غادي لانه كيقفز لكم هو في الاصل انا عندي غير سبعة وخمسين ولكن تاسة سنتيم بزتا علاق باللاستيك باش ميلا غادي طلع ميجنش ملكمي مقزبة بزاف او لنقصة اه هنا غادي ناخد دائما بحال كي ما درت في الوضو دفون احتى لكم احتى هو ناخد لاباز ديالي بالمسطرة غادي ناخد المسطرة في الاول التوب كي ما كتلاحطو راني اه فصلتو على يعني جمعت على اربعة اه العبار اللي خديت هنا هو العبار اللي غادي نلقف هاد المجموع ديال هاد القاعدة باش ميضاعش ليه التوب يعني باش يبقى ليه العبار ديال الشال انا كي ما كتشوفو اه مليه القاعدة هاد المجموع مثلا القاعدة 25.5 كان وضع نقطة 25.5 كان هبط باربعتاش هاد قاعدة اه يعني هاد بالنسبة الكبار اه الصغار عندهم قاعدة اخرى وهنا كناخد مستارة وكان جيب اذيك النقطة اللي حطيت من اللي هبطت باربعتاش كان نصيلها بالنقطة الاخرى اللي في الاعلى كان ناخد نصف مثلا كان عندنا 30 كان ناخد 15 و 15 كان ناخد نصف ديالها كذلك بعد ما كان ناخد نصف من كل تجريتين وحدة كان نبط فيها يعني بالواحد سنتيم والاخرى كان نطلع بواحد فاصلة خمسة كان نجيب باروكي ديالي باش كان قاد التقوير ديال لكم الجيه اللي هابطة كما قد شوفو في الصورة التبيانية هي اللي كان نبط فيها بواحد سنتيم وجيهة الطالعة هي اللي كان نطلع فيها بواحد فاصلة خمسة كما قلت لكم يعني هالطريقة ديال الفصالة من اللي كتاخدوها يعني اتاخدوها العبار ديالكم راكيشيت لكم التوب ما كتضيعوش اما لا فصلتوه كله فراكيضي عليكم التوب طبعا الالحال كما قلت لكم هالطريقة ديال الفصالة اللي درك اليوم فقط التوب العادي يعني ما فيش شي حاجة يعني ما فيش لسانس ما فيش كاروات ما فيش لغيي هاد السامب يعني غير فلوري او لمورد في هالورود هنا كنا اخد العبار من تحت هاد العبار من تحت هاد العبار من تحت الى كانت مثلا عند تلاتين كنت تحط خمسطاش طبعا الحال هنايا كنا اخد مثلا هنايا اخدت اه خمسطاش تناخد خمسطاش كانت راسيها ومن بعد في الاخير باش كن فيني للكم كن اخد بيستولي وكن ندير تقويرة ديالي بعد ما فصلت اه لكم طبعا الحال خليت دو سنتيم كذلك الخياطة والسرجي هاد التوب اللي شاطلية هو اللي غن دير بيه اه الشال اه ولكن هو طويل ولكن ما عريضش اه باش غادي نعرضو شوية داعلي شوية لطائجي شاطلية غن قادهم وغن دي الخياطة وبيل الخياطة والخياطة غادي ناخد اه غن فيني بالقالون ديال دونتيل اللي هو هذا يعني كان في نبي الخياطة والخياطة كي جيب هدأ الشكل حتى تشوفوا معي ان شاء الله طريقة الخياطة ديال اه بقوا معي ان شاء الله في الفيديو المقبيل باش تشوفوا طريقة سهلة بو بسيطة باش غن دير اه المونتاج هذا شكل نهائي ولكن قبل شكل نهائي ان شاء الله هتشوفوا معي الفيديو المقبل